طارق أيضاً سادة المشاهدين المدير الفني لنادي أبها سيد عبد الرزاق الشابي أحييك ورحبك وأقول لك أنت مبسوطة الحين بالنقطة ولا زعلان على أنك خسرت نقطتين قياساً بالفرص اللي كانت عندك كفرص مرتدة بسم الله الرحمن الرحيم خليناً لو نقولوا نكونوا عاقلين تعادل مع الهلال تعتبر نتيجة إيجابية لكن كنا نطمح على الأحسن لعلى اللي قدمناها والفرص اللي خلقناها معنا فرصتين كانوا ضاعوا معناها شفتوا خاصة الفرصة الأخيرة ما كناش محظوظين فيهم لكن الهلال زاد النجم ونقوله ممكن نضيعك هذا فرصة في وسط 18 نتبقى نشكروا اللاعبين التان على التوصيات اللي أعطيناها اللي هي قوة الهلال نعرفها على أطراف نتاحهم لظهر اللي يعطوا يساندوا كانت فهمة معناها في ماتش الشباب كانت فهمة شوية مشاكل عنها في الجهتين هذوما حاولنا نصلحهم في التمارين حاولنا نعطي القوة نتاح الهلال اللاعبين واللي فهموها والحمد لله الهلال مقاش الحلول الوحيد اللي عنده هو يوصل الكورة من طرف هذا ويرفع يوصل الكورة من طرف الثاني ويرفع هذوما اللي اشتغلنا لهم صح والحمد لله توفقنا باش ناخد نقطة وكنا نطمح المعص في الهجمة المرتدة بالنسبة لأبها هي سلاحك المفروض تكون أكثر فعالية حسب مايرا زميلنا خالد الشنيف سواء على مستوى العدد أو حتى على مستوى التنفيذ المرتدة لو كان ناخده نكونه عاقلين قدوين لسا جاي من عنا من الوحدة معنا تعرف ظروف وممكن توقف شوي على التامارين وكذا ناقص تامارين ساعد بقير لسا راجع من المنتخب معنا وعد الحجر وناقص تامارين رأس الحربة نتاعنا كارلوس نفس الشيء أخذناه كان مسافر في بلده ناقص تامارين ممكن أكثر منهم معنا وقتلو دخلو عندك ثلاثة في الهجوم بالكم هذا على أربعة معنا تلقى المرتدة نتاعك ديما متعطلة شوي وهذا الوحد يجب أن يكون واقعي ويحاول يبني الهجمة شوي بالرغم من هذا خدمنا وجدت فرص للمساحات لخلام الضائر اللي مين وضائر اللي صارت عليه ليل مستغلينهم نقوله الحمد لله معنا سجلنا هدف لكن كنا نقدر نسجل هدف ثاني ساري عمرو واربيعي أعتقد في الظاهرين يعانون من خلق الفرص من الطرفين يتساءل الزملاء في الاستوديو عن سبب هذا الضعف إنجاز التعبير في المركز ما أتكلم على لاعبين والله المركز هو أشوف هو وقت تحط صالح العمري بش يرجع مع شهراني نعرف قوت شهراني نعرف اللي أقل بدنياً نعرف وين قوت صالح العمري إذا كان نعطيناها التوصية بش يرجع مع شهراني نبشي قروح وتعب من ناحية الدفاعية هذا ما خلنا معنا سعيد حمسل في شوية تعطيل وخاصة أن اثنين على واحد كانت توجد عدة مرات نفس الشيء من ناحية الثانية ساري عمرو لكن بصفة عامة ووقفناهم بالبلوك كان قريباً لبعضه التغييرات لسبب هذا ما نعملنا التغييرات أتبقى أخسرنا على حساب الهجوم الكورة الأخيرة واللاعب اللي بشعت الإضافة لكن قلنا ندعم وسط الميدان أحسن من اللي نأخذ نقطة أحسن من اللي ننزم في مباراة وكنا نطمح المرتدة كما اللي يجوه في آخر المباراة مش نسجل هدف ثاني لكن ما توافقناه والحمد لله النتيجة هذه وقدامك مباراة كاس مع نفس الفريق نتيجة تعتبر معناوية محترمة لكن تقع ديما 50-50 مباراة الكاس تلعب ما الهلال ولا تلعب ما غير الهلال ولا فريق ما درجة ثانية ولا ما الأولى نفس الشيء بقى التحضير انتاعك كيف يكون تحضير الهلال كيف يكون كل واحد كيف يكون حضر للنصف نهائي هذا ساعة ونصف ممكن نزيد الوقت لذلك وممكن ضربات جزاء هذه الحاجات والسيناريوات كل يجب أن نحضروا لهم حضروا لعبتنا أحسن من اللي شفناه اليوم من ناحية البدنية خاصة باش نكونوا منضبطين أكثر قدام فريق الهلال ممكن يغلط معك في مباراة ما يغلطش معك في الثانية نرجع لسؤال انتاعك عن الأظهر اللي لاحظته في الهلال واللي نعرفه على الهلال من سنوات يتعب الأظهر انتاع الفرق اللي يلعب لهم الكل معنا بدون حساب وبدون ما نسمي الأسماء معنا فرق اللاعبين على مستوى الشهراني والبريك اللي يعطوك لإضافة في كل كرة معنا ما تنجم تكون كان يقولوا برافور للشباب انتاعنا اللي وقفناه شكرا لحضورك كابتر شكرا عبد الرزاق الشابي هو آخر الأحاديث الفنية من ملعب المباراة مجددا طارق تفضل شكرا